اشتركوا في القناة 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 بأيام قليلة يعني فرقة في الطف فورم بس برضو فيه سفر وفيه إجهاز يعني هم طف فورم كلعب لكن برضو هو عنده السفر اللي انت ممكن هنا كنادي أهلي هتبقى قاعد مستني يبقى عندك ادفانتج الراحل اللي انت عمرك ما كنت بتقابل بطل أمريكا الجنوبية مثلا انت بتلعب قابليه ماتش أو ماتشين تبقى جيم الدوري بتاعك تبقى خلصان المرة دي انت هيبقى عندك الادفانتج بتاع ان انت هتلعب بطل أمريكا الجنوبية أو بطل أمريكا الشمالية اي من هما هتلعب وانت المفروض ان انت الأكثر راحة يعني حتى لو هتلعب قابليه دوري أبطال أفريقيا بس قصدي ان انت تكون قبل مباراة 14 اللي اللي هيلعب في جوانسبرج يوم 7 فيه فرق أسبوع فماعتقدش صعب ان يتحط مباراة حالية في النصف فما فيش مباراة حالية في النصف فرصة جيدة ان انت تستعد وتستقبل بقى الفريق اللي انت هتلعبه يوم 14 في ملعب 9-7-4 المميز نقطة وانت بتتكلم كنت مع رئيس ربطة الجمهور في قطر الجمهور الأهلاوي يعني من النهاردة اللي معاه يقدر يحجز يحجز يوم 21 اللي يقدر يحجز يحجز لان البرازيليين ما بيهزروش يعني شفنا اتزنقنا في وراء اعتقد امام بالمراس في الإمارات شفنا طبعا كان وضع مفاجئ فرصة بقى ناخد حقنا نسيطر على الملعب بدري بدري لان الجمهور البرازيلي كده كده بيستبق واعدادهم كبير فويقدروا لا ده بيعملوا رحلاته وتجويل اه لا اهمة كله طبيعي فان شاء الله الجمهور الأهلي يبقى مستعد بشكل اكبر واخر حاجة في الحتة دي انا بالنسباني اخر حاجة ليه عام براحتي براحتي طبعا عشان عندنا لسه التصنيف بس لا هي فرصة للنادي الأهلي للأمانة اللي ما قدرناش نحققه في كاس العالم للأندابش او بالشكل اللي هو القديم ده نقدر نحققه هنا اولا الفيفا بيعتبر البطولة دي مكملة لكاس العالم للأندابش بالشكل القديم يعني حتى هتلاقي في اللي هي السجل للأبطال هو خلاص اعتمد حتى أبطال الانتر كونتنينتا اللي هي كابتلعب بين فريقين بطل أوروبا وبطل أمريكا جنوبية من الأول خالص من الأول خالص اعتمدهم كأبطال وحطاها في الموقع الرسمي وبيقول ان البطولة دي هي مكملة ليه البطولة القديمة اللي احنا لسه لعبينها وحققنا فيها البرونزية أربع مرات دي مكملة لها في الفكرة التسلسل ان انا عايز اعمل بطولة سنوية للأنداب عيدا بفصل تماما كاس العالم للأنداب اللي هي كل أربع سنين دي قصة الوحدة فهنا دي فرصة حقيقية للنادي الأهلي وفرقيته ان هم يكتبوا تاريخ في عدد البطولات دوري الأبطال فيه موجود كل ده تحقق طب انت ايه ان انت ممكن تتميز به اللعيب الحالي يقدروا يتميزوا به ان انت توصل نهائي البطولة دي وتلعب ريال مدريد على لقب يعني هو الأغلى اللقب بالنسبة لك فهي فكرة حتى بس النطة بتاعت ان انت تاخد كاسل تحدي دي او السيمي فاينال تعدي ليه النهائي دي هتبقى ده تاريخ لوحده بالزبط كده كتب في سجل هذا الجيل فقط وبعدك ان شاء الله بقى الأجيال اللي جاية تكرر هذا الأمر عايز اعكد لحضراتكم ومن غير ما نعرض ليحة او نعرض المستندات الرسمية الناس اكيد عارفة يعني بس عايز اعكد لحضراتكم ان مباراتيوم 11 ديسمبر درب الامريكتين هيبقى الفائز عيس تلم كاس كاس درب الامريكتين مع ميداليات ذهبية للفريق الفائز نفس المراسم اللي اتعاملت في مباراتي الاهل والعين نفس الامر في مباراتيوم 14 ديسمبر الفائز ما بين الاهل مع الفرق الثلاثة الاخرى هياخد كاس اسمه كاس التحدي مع ميداليات ذهبية للفريق الفائز ثم تصل الى بقى ليفل الوحش مباراتي الريل يا الهرب يا ده الكاس بقى اللي هيجمع كل الكؤوس على أبطال القرات انت خلتنا تخيل ان احنا وقفين كده يوم مثلا 19 او 20 و 3 كؤوس دول جنبنا تتعرف ان كل كاس منهم بطولة قرية اه طبعا ده رسمي ده رسمي احنا يعني هي بسل اكثر تتويجا احنا اتكلمنا فيها كتير يا محمد هي مش ما حدش يجي يقولك خد كاس ال اكثر تتويجا لا هي حاجة معنوية تسويقية عرف الناس بتحترم بعضها في يعني ميلاد الايطالي احترم النادي الاهلي في 2014 الوقت بعد ما الاهلي توج بالسوبر امام السفاقسي وقال تمام بس نستأذنك وقتها نفاكر التفاصيل وقتها بس معلش احنا بيعين حقوق تسويقية بالشعار ده لفترة فبعد ما نخلص الفترة دي هنبتدي نسوق بشكل جديد وقتها حتى نبتدي سواء ان هما الاكثر نجحا في اوروبا راح جاي برشلونة في 2015 راح اقل لكين لا ده احنا بل اللي بقينا الاكثر نجحا في اوروبا وقدامنا لقب ونعدل الاهلي وبعد كده هما عدلوا الاهلي فعلا وقتها وهم برشلونة كان حسب بطول اسمها كاسل معارض ثلاثة القاب حسب عشان يوصل للنادي الاهلي فهنا انت مش بتدور بقي انا اسف يعني احترامي طبعا لكل البطولات انت مثلا مش بتجيب بطولة عربية مش بتجيب بطولة مثلا انت جايب بطولة معتمدة من الفيفا لقب معتمد من الفيفا بتضيفه لرصيدك وبتقول انا دلوقتي كنادي الاكثر نجحا انا 28 لقب قدامي بطولة ممكن ابقى 29 وبتقرب المسافة اللي كان ممكن تبقى اكثر قربا لو النادي الاهلي السوبر الافريقي اللي فات واللي قبله ادر نوي فوس بي لا وانت كلانا هتلاعب الريال انت لو كسبت الريال مش بتجيب بقى الاكثر تتويجا خلاص لك اسباني الريال هو الاكثر تتويجا اه عارب انت بالمبدأ ده اه بس انت الهاردة لو كسبت ريال مادريد في الانتر كنت انت يا خبار ربي ده الله يحصل طيب ده جانب مهم جدا تعالي نخش اللي جانب الولايات المتحدة الامريكية القرع يوم 15 في مدينة مايامي ومايامي في ولاية فولاري ده والفترة اللي جاي عن حول قدر ان كان نقربكم شوية انا عارف الجانب الجغرافي مهم جدا في الجزئات اللي زي دي بس فرصة للشباب اللي بتفرج علينا على شاشة القناة الاهلي نقدم له مادة رياضية بس لها علاقة بالثقافة الجغرافية وانت بتلعب فيه الولايات المتحدة الامريكية اكيد ناس كتيرة ده ممكن ما تعرفش ولايات معينة ممكن ما تعرفش مدين معينة ولكن فرصة التواجد الاهلي هناك هنقدم من خلاله مادة اعلامية على المستوى الرياضي وعلى المستوى الجغرافي احنا نستفيد وجمهورنا بالتأكيد يستفيد القرع يوم 15 في ميامي الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة وجود الفرق المشاركة وجود اكبر الفرق في اوروبا حنا بنتكلم نسخة مصغرة من دور الابطال يعني لما تلاقي 12 فريق من اوروبا منهم 8 دايما موجودين في الكوارتر فاينال شايف البطولة ازاي والقرع يعني بعد اقل من شهر يا طبعا بطولة هي واخدة خدد جدل كبير لان برضو خلي بالك الفترة دي في زحمة في البطولات والمشاركة وبنشوف حتى التوقف الدولي ده ده تقريبا انا بقول كده ده بداية التمرد يعني التمرد اصبر بس كمان توقفين كمان اللعيبة هتبتدي فعلا انا متوقع توقفات الدولية مش بطولات الاندية ام رأسها لكن فيها خص عدد التوقفات الدولية والمباراة لان اللعيبة كم اللعيبة اللي بيتساقط بسبب الاصابة قبل توقفات توقف الدولي الحالي كبير جدا على مستوى العالم كل فالبطولة دي بالنسبة للفيفا زي ما بنقول كده كانت مهمة جدا والفيفا حتى لو تفتكر يا محمد في 2000 لما قال النسخة الاولى لها كانت 2021 في الصين كان وقتها نظام 24 نادي بسبب تفتكر ده في البداية خالص في البداية خالص وقتها اتأجلت عشان كورونا لما رحلوا اليورو ورحلوا الأولمبيكس ورحلوا عدد من البطولات وادى الصورة هلا قدالة بس مهمة يعني لقطة ان لوجو النادي الاهلي وصل لجوحة مواحد حاجة جميلة طبقا حاجة جميلة جدا ويعني ده حاجات مش ببلاش اللي هو لا لا بتفعل ناس لأ لن احنا قصلي لما النادي لأهلي الناس تتكلم انت بتجيب صفقات وبتسافر بطيارات خاصة افريقيا اه جايزة مثلا في افريقيا ممكن ما تغطلقش بس بس هي دي في ناس مهما صرفت من مليارات ما بتوصلش هنا اسمها كده ما بتوصلش بالزرط كيف فده حاجة يجب ان نفتخر بها فنهارده استكمالا الفيفا مهتم جدا بالبطولة دي حتى لما تأجلت انا فاكر تصريح لانفنتينو طلع قال كده قال البطولة دي مهمة جدا للاتحادات وللاندية وللفيفا ولكل الناس لان البطولة دي هي اللي هتجيب ريفنيو نقدر نستمر ونكمل به فهو وقتها رحوا معدلين النظام الاثنين وتلاتين وهتتلعب كل اربع سنين في السنة اللي قبل كاس العالم وظباط الدنيا طيب النهارده احنا البطولة دي زي ما قلنا اهم حاجة فيها المعيار اللي كان فيها ان هم مش عايزين بس مجرد ان الطوب ليفل بتاع الاندية هو اللي يخش ومش عايز يكرر كمان البلاد فحط لها معايير معينة هتلاقي ان فيه بين فيكا و بورتو هتلاقي بروسيا و دورتمود هتلاقي ساليسبورج ليه ده عشان المعيار بتاع قط ناديين من دولة واحدة ما يخشوش بشطر من ثلاثة بالضبط ما يبقاش الامور فيها زحمة ما تلاقيش مثلا من الاثناشر خمس اندية وست اندية من انجلترا نظبوط تعرف التصنيف ده بسببه ليفربول مش موجود ليفربول ميلان في مين تاني في ألمانيا اعتقد لايبزيج مش موجودين أرسنال مش موجود مانشستر يونيتد كل دول بسبب ان ريال مادريد لما كسبها مرتين في الاربع سنين دول ادى الفرصة للايبزيج عفوا لساليسبيرج النهاردة ايه بقى الخناعة اللطيفة اللي احنا نتخناها النهاردة دي التصنيف ايوه التصنيف قدمها انت بقى موضوع التصنيف بص يا باشا انت عندك 8 مجموعات كل مجموعة فيها 4 فرق فبالتالي 32 نادي لزبطك عندك رؤوس المجموعات ما بين الفرق الاوروبية في 12 نادي اكيد طبعا منتكلم في 8 هلا هيبقوا 8 من اوروبا ولا ممكن 6 او 7 دي اول حاجة انا اتوقع ان اول حاجة مش هيبقوا 8 لان في انتر ميامي وبعارف الفيفا بالضبط بعارف الفيفا الانتر ميامي لازم يبقى هو رقم واحد في التصنيف وبعدين ضربة البداية ميسي بالضبط كده هو اختاروا اصلا بدون كده كده ودي بتتخانق عشان اللي هما خرجوا من البطولة التنافس بتاع البطولة المحلية دلوقتي فقالك طب انتو اخترتهم على اي معيار ولكن تمام عشان معيار ميسي ما ده كفاية بالضبط فالنهارده انتر ميامي انا بالنسبة بوجهة 100% لازم موجود رقم واحد طيب فيه سبع فرق السبع فرق دول انا اتوقع اني لازم هيبقى ريال مادريد اكيد شيلسي منشستر سيتي لان دول ابطال اوروبا يعني شيلسي في التصنيف بعيد ولكن هو بطل بطل اوروبا كمتأهل يبقى كده تكلمنا في 4 فرق فيه بقى 4 فرق تانين انا متوقع ان يعني حتى بنا نتكلم قبل الهوى ان على الاقل فيه 3 منهم 2 او 3 لازم يبقوا من اوروبا وممكن يبقى فيه 2 او 1 من امريكا الجنوبية مظبوط لو ان اوروبا بنتكلم اولا باريس سان جرمان ده مؤكد باريس سان جرمان وباريس سان جرمان وباريس سان جرمان عشان حتى في التصنيف هم كانوا الاعلى الاعلى يعني دول اعتقد بالنسبة كبيرة موجودين ممكن بقى تلاقي يوفينتوس او بورتو حسب حد منه لكن ممكن تلاقي ان فيه باريس سان جرمان وباريس سان جرمان وباريس سان جرمان موجودين كتصنيف اول عشان خاطر التصنيف بتاحهم اصلا كان عالي طيب التصنيف التاني بقى طيب بقى برضو او حاجة مهمة لازم نشرحها للناس طيب انت كده اخد بالمراس او فلابينجو حد فيه ممكن يعني هو اللي يبقى موجود يعني طيب خش على التصنيف التاني التصنيف التاني هو بعيدا برضو نشرح نقطة كده للمشاهد مش معنى تصنيف تاني او تالت او رابع ان فيه افضلية في المراكز او ان مثلا الفريق التصنيف الرابع ده ضعيف بشكل اه لان لازم هيبقى فيه تصنيف جغرافي ايه من قرر واحدة في نفس المجموعة ممكن يبقى فيه استثناء لأوروبا لان هم لان هم اتناشر زي كسر عالم بالزبط كده لكن مثلا فيه ستة من امريكا الجنوبية فعش الستة دول يبقى فيه فرقتين منهم في نفس المجموعة اربعة من افريقيا يعني فعش الاربعة دول يبقى فيه منهم اتنين في نفس المجموعة مزبوط اسيا نفس الكلام بالزبط فانا اتوقع عن التصنيف التاني ممكن يتواجد فيه ومثلي افريقيا وده ممكن يبقى بسبب نتائج النادي الاهلي ان هم يقولوا طب نحط افريقيا تصنيف تاني لان عندهم نادي النادي الاهلي ده من الاندال مشاركة بشكل كبير طب نحط معيار ايه التصنيف التاني نحط معيار الاربع عنديب توقف افريقيا تعرف الاهلي عشان يلعب العنف القاهرة لعب بناء على ايه بناء على التصنيف رغم أن اللايحة لو تفتكر كان مكتوبا أنهم يعملوا أرعة وتتبدل كل سنة بعد كده قالك لا هنعمل بناء على التصنيف والتصنيف إيه بقى؟ على نتائج الفرق المشاركة في آخر 3 نسخ من كسر عامل الأندية اللي سبحان الله منهم واحدة جات من عند ربنا اللي كنا مش موجودين فيها مش موجودين فيها بالزبط كده بالزبط كده فعشان كده التصنيف الآلي كان أعلى من العين وأبأكد لحضراتكم على فكرة حتى ربنا قربنا إن شاء الله في دورة أبطال أفريقيا السنة الجاية أو اللي بعدها بعد المنديال أمريكا بطل أفريقيا لو الأهلي أنت احسب كده سنتين ثلاثة جايين المطش الأول في القاهرة مهما كان اسمه بطل أسي جميل جدا ما دي بيقبل حاجات اللي انت بص ده تاريخ ده تاريخ اللي انت بتكتبه القرس بتاعك بص بيوصلك لإيه فأنا متوقع أنه ممكن بنسبة كبيرة عن دية أفريقيا تبقى في التصنيف التاني معها بقى ممكن إما يحطوا ما تبقى من أمريكا الجنوبية ما تبقى من أوروبا أو مثلا يقوموا حطين الأربعة بتوع أمريكا الشمالية أسي عشان يبعدوا القصد دي عن بعض المؤكد إن أو من وجهة نظري إن ممكن يرحلوا باقي فرق أوروبا مع مثلا أوكلند مع فريق تاني من أمريكا ده أوكلند تصنيف رابع طيب يعني وممكن يبقى معها بقيت فرق أوروبا مع اللي هيتبقى يعطون تصنيف رابع بس لازم هي تبقى معايير كلها يا جماعة الناس برضو تبقى مركزة ما ينفعش الأهل من سونداونز يبقوا في مجموعة مجموعة واحدة ما ينفعش الهلال والعين يبقوا في مجموعة وهكذا أكيد هيعملوها كده عشان بس التنوع وعشان المنافسة كل الأندية قاعدة من سنة تصنيف ده مهم جدا لا لا التصنيف ده مهم والقرعة اعتقد هي هي هيبتدي التفاصيل بتاعتها تبان بعد الفريق اللي هيتحدد يوم 30 نوفمبر سواء بوطفوب أو قتلتكم منها ده غالبا فعل عموما لسه مستمرين معاكم في التخطية وفي الحديث عن مونديال الأندية وهنتكلم كمان بعد التصنيف والقرعة والثمان المجموعات طب المشوار اللي فيه مبعد من أول مرة العدر 16 لغاية المباراة النهائية النظام هيمشي ازاي كل ده هنتكلم فيه مع أيمان جلبرت ولكن بعد الفصل طيب ده بالنسبة لدور المجموعات وشكل التصنيف والتوقعات اللي احنا بنحاول نقرب شوية من التفاصيل قبل ما يتم الاعلان عن تصنيف الفرق المشاركة في مونديال الأندية والقرعة اللي هتتعمل في مايامي ان شاء الله يوم 5 ديسمبر طيب بعد دور المجموعات للأدوار النهائية من أول دور 16 لحتى المباراة النهائية واخد بالكواب كمان ما فيش مباراة 3 و 4 التصنيف أو الشكل الترتيب هيبقى ازاي هل متحدد كل ده لو انت طلع تاني مجموعة في دور الستاشر أو حتى في دور الثمانية او طبعا احلى حاجة في الفيفا ان هو ما بيسيب لكش ايه الفرصة هو بيشرح لك كل حاجة ما بيسيبش حاجة للاجتهاد الزبط هو كل حاجة موجودة فهي اللطيف هنا ان هتلاقي كل ماتش متحدد بترتيبه يعني لو مثلا النادي الاهلي كانت تصنيف التاني وبقى في المجموعة بي فهو خلاص عارف انه اول ماتش مثلا هو يلعب بي وان اول ماتش مع التصنيف الرقم واحد ممكن يبقى انتر ميامي مثلا لو كنت اي تو مثلا وان انتر ميامي يا سلام انا نفسي في الستي انا بوس انا عايز ميسي بحيس انتر ميامي واما ميسي ممكن يبقى يعني لطيف شوية فريق لطيف ويا سلام بقى لو ربنا يكرم من عنده كده باوكلند مثلا تطلع تنفع انتر ميامي باوكلند يخطونا بقى الجن الازرق في التصنيف فريق الثالث مش هتفرق المهم بس يقع معنا ايه الفريقين اللطيف دون ممكن نعدي فده حلوتها فالنهاردة كمان محددين ان انت دور الستاشر يعني خلاص هو معروف ان المجموعة جروب ايه هياخد من جروب بي دور الستاشر فانت من اول هتبقى عارف ان النادي الاهلي مثلا لو في جروب ايه يبقى جروب بي لو فيها ريال مدريد مثلا وفيها مش عارف مين تبقى انت عارف ملامح لو تأهلت هتلعب مين الطريق كله معمول لحد الفاينال يقولك مثلا ده ماتش مثلا ايه متصدر مجموعة الاولى مع وصيف المجموعة التانية ده ماتش رقم تسعة واربعين الفايز يلعب المراب الفايز بقى يلعب ماتش رقم خمسين في دور الربع النهائي بالظبط هتبقى انت برضو عارف مشوارك ماشي ازاي على فكرة ده برضو مفيد للناس اللي ان شاء الله ربنا هيكرمك وتقدر نهاية سافر تبقى عارفة المباراة فيه فالنهار ده هو عارف مثلا انت سلسل المباراة الاهلي ممكن اخر حاجة يوصلها ايه فهو يقدر لان في الحلقات اللي جاية وانت بتتكلم اكيد جغرافيا عن الاستداد في الولايات المتحدة والموضوع معقد الناس فاكرم من الولايات انت ممكن تتحرك طريق برد في ولاية ولاية ممكن ست تسعة ايران زي روسيا كده الناس في روسيا كانت فيه في السفر ما بين المدن قصص فانت برضو نفس الامر في امريكا فان شاء الله وقتها يبقى الناس حتى اللي رايحة او الناس اللي مصريين هناك يبقى عارفين الملامح اللي يقدر بقى يحرك نفسه يشوف الميزانية بتاعتها تبقى عاملة ازاي بس ان شاء الله بقى يعني اللي يقدر يبيع حاجة من دلوقتي بحاجة لا رقم رقم يعني الموضوع مش هيبقى وسيل يعني اكيد طبعا طيب ده جاليب متعلق بمونديالي الاندية وفيفا انتر كونتنين تعالي نفس الشوية بالجانب المحلي قبل ما ننتقل لدوري ابطال افريق ليه كده يعني نشوف شوية اللي بيحصل في الشأن المحلي عند شوية تفاصيل كده نتخاني ان الاخبار نازلة في المواقع النهاردة مش هاني تخاني جامد يعني تعالوا مع بعض نشوف النهاردة السوشيال ميديا اتكلمت وبروزت ايه في العدد من الاخبار اول حاجة معايا حسابي يالا كورة على منصة اكس انكين وكيل القندوسي في تصرحات قال المفاوضات شبه انتهت بين الاهل وصيراميكا ليبيع اللاعب واللعب كان بيعمل للصيراميكا لانه متواجد هناك منذ عام اعتقد نهاية متوقعة افضل حل ان خلاص يعني الموضوع يتقفل بالطريقة دي وبالتوفيق بقى للعب في اي مكان والافضل يكون في النفس الندري كان لقى فيه بقى له سنتين طبعا يعني بالنسبة للعب ده يعني اكيد افضل اعتقد كمان ان النادي الاهلي يبقى افضل ملف نفسه ان خلاص بعد عرضه للبيع خلاص الموضوع انتهى لان برضو للامانة الملف نفسه كله التصرحات بتاعة اللاعب او وكيله يعني ما كانش ينفعين لانه كان لازم يقب باله برضو تعالى قوة النادي الاهلي اكيد فده ما ينفعش طيب تعالى برضو نشوف السوشيال ميديا يمكن حساب الوطن سبورت النهاردة اهتم بتفصيلة مهمة لعلاقة بتجديد عقود اللاعبين بس النهاردة معنا اسمي تاني غير الشناوي وغير حمز علاء امو قالهم تلات يام شناوي حمز علاء النهاردة بقول لك طلبات جديدة من رامي ربيع لتجديد عقده مع الاهلي بس في التفاصيل مش طلبات تعجزية ولا حاجة لا رامي عايز يجدد وعايز يبقى في الاهلي بس الفكرة الناس كلهم ركزة على فكرة اجتماعات الكابتن محمد رمضان واحاديثه مع العيبة للتجديد التعاط يعني يمكن برضو رامي كان موجود في قناة الاهلي فهو اتكلم وقال لسه ما اتكلم يعني فبرضو عارف انت الحوار كان واضح بس الاخبار طلقت عكس اللي قاله يعني كل واحد بقى ومصادره بيشوفها وبيبقى عام عنده ايه والدنيا بتاعته ولكن هنا بس سريعا في الحتة دي يا محمد برضو التركيز شديد جدا على النادي الاهلي حتى والدنيا هدية واحنا في فترة توقف في حين بنشوف تصراحات رسمية وفي قصص ومشاكل وفي الماتشات ناس ممكن مثلا مش بتتخانق مع بعض بس فيه غمز كده ما بنشوفش بقى الكاميرات المسلطة على الدكة والكاميرات اللي جواه الملعب والكواليس ونيجي بعد الماتش فلان اتخانق مع فلان ده لدرجة ان بيتم عقد مقارن يعني عمل مقارنات ما بين مواقف اللعيبة لمجرد بس نساوي ما بين النادي الاهلي والانديا الاخرى عشان ما ينفعش ان النادي الاهلي يبقى في مكان تاني يعني بس احنا بنتكلم عن النادي الاهلي بنقول ايه بس احنا بنشرح ايه هنا بقى لنا ساعة بنتكلم في ايه في حين ان في المشاكل موجودة اكيد اي مكان في المشاكل انا عايز اوريلك بقى بس انت بتتكلم فضية مهمة جدا تناول الاعلام الرياضي والقضايا الخاصة بالملفات المتعلقة باللعيبة في الاهلي شأن وفي الانديا التانية شأن تاني خالص وده موضوع مريب جدا جدا واتمنى يعني عادي ادي اقول اللي عايز تتكلم عن نادي الاهلي ده طبيعي نادي الاهلي ما طبيعي لازم هتتكلم عنه طب بس ادي نفس القدر ونفس الاهتمام للانديا الاخرى فيما يخص نفس الملفات خصونا انا بقول لكم حتة لو تفتكر لا تتلعبت نادي الاهلي الموسم الماضي عالدكة وهم بيبقى في مدعبة كده مع المصورين زملائنا ان هم يعني بيتخنقوا مش عارفة عشان المصورين بيقنوا الصورة جاي منين في مباراة اخرى احنا شفنا شدوا جذب عادي حتى لو شدوا جذب الطبيعي اللي في الملعب ده احنا لو بنلعب خماسي مع بعض هنتخانق او هنممكن نشد ما بنشوفش اللقطات دي بتتبروز فنتمنى بس ايه نبروز كل حاجة اما في النادي الاهلي نبروز الكلام اللي الاجابي ده طب تعالى نشوف بها حاجة تانية يعني تنرفزك شوية النهاردة حسب كرة بلص نشر تاريخ وملف اصابات اشرف داري في الفترة الماضية يعني قبل ما ينتقل الاهلي بعد اصابته مع الاهلي تعرف على اطول مدة غياب لاشرف داري عن الملعب بص بقى يا سيدي قبل ما تستفز يعني الناس بتقولك اشرف داري عنده اصابة مزمنة في الكح وانا قلت قبل كده انا سألت طبيا الجزئية دي سواء مع الجلاز الطبي للاهلي او حتى ده كترة متخصصين في العظام قالك باش حاجة اسمها اصابة مزمنة في الكح طب النهاردة كرة بلص عمرت حاجة جميلة قوي كتبت تاريخ وملف اصابات اللاعب كل الاصابات اللي اتعرض لها اشرف داري ايام ما كان بلعب في الوداد او حتى مع المنتخب المغربي كلها بعيدة تماما عن الكاح اولا تمزق في الرباط الصليبي وغياب عن الملعب حوالي 252 يوم في الفترة من 23 ديسمبر 2019 لغاية 11 اغسطس 2020 مع الوداد دي اول حاجة الحاجة التانية خلال تواجد اشرف داري مع المنتخب المغرب في مسم 2020 2021 جاب عن الملعب 9 ايام في الفترة من 30 يناير ل 8 فبراير كان عنده مشاكل في الربة وبالتالي ده موضوع تاني ملوش علاقة بالكاحل المرة التالتة ودي اطول فترات غياب يعني جاب اشرف داري عن الملعب لمدة 7 ايام اثناء تواجده مع الوداد في مسم 21 في الفترة من 28 فبراير لحتى 7 مارس بسبب الاصابة في اوطار الربة ده ملف اصابات اشرف داري والاهل عمله كشف طب ايه بقى فكرة الاصابة المزمنة في الكاحل لو بص لو للامانة في الخبر بتاع كورا بلاس هم مش قالين انها كاحل فيه اماكن اخرى قالت انها اصابة مزمنة في الكاحل فماشي هنقول ان التقرير بس ايه ماشي مع الترند زي ما بنقول ان هو بيستعرض موضوع الاصابات طيب فكرة زي ما انت قلت احنا خلينا احنا طيب نجنب التقرير نفسه خلاص يعني الزميل اللي عمله هو بس ممكن بيستعرض ان اللعيب بغاية بقاله فترة الاصابة فممكن يكون وجهة نظر طب هو سلسلة اصاباته ايه بيعرف بها الناس فيه ناس يعني الملف ده بيحبوا يتناولوا كده فدي مش مشكلة المشكلة بقى اللي انت قلتها ان فيه ناس بتتناول فكرة الاصابة المزمنة في الكاحل اللي انا برضو عرفه وسألنا فيه اصدقائنا الدكاترا وبيقولك اي اصابة اصابات الكاحل عموما ما تقدرش تحدد ليه مدة زمنية في العودة لان هي بتبقى حسب استجابة اللعيب حسب استجابة اللعيب دي في ايه نهاردة ممكن امتى هو مش هيبقى بيشعر بالقلم او امتى هو رجليه مش توجعه يقدر يدوس عليه ويكمل ووضح انه ممكن قبل مباراة العين كان اللعيب مثلا دايس على نفسه شوية عشان خاطر اهمية المباراة وان النادي الاهلي كان مضغوط جدا وكان واضح جدا رامي بيخرج من مباراتين شد وياسر شد فوضح انه هو كان عايز يبقى متواجد فممكن من هنا جات الفكرة انه هو الالم رجعت له تاني لكن هي اصابة مزمنة او لا هي الفكرة كل ازيان بتقول كده الدكاترة بيقول مفيش حاجة اسمها في الكاحل اصابة مزمنة انت رجلك وجعك دي دي ممكن تفضل وجعك شهر ممكن تفضل وجعك شهر ممكن تفضل وجعك وانا اقولك على حاجة مقالقة باشرف داري تحديدا هو من النوع اللعيبة اللي بيبقى الان شوية لو عنده اصابة ما بيرجعش بسهولة بياخد وقت شوية وفي فترة الاخيرة كان عايز يرجع يعني الجهاز الفاني كان عايز يلعبه مثلا مباراة العين فنزل وشارك ولكن فضلوا دلوقتي في الاجندة الدولية لا يريح لغاية الاجهة سيما بعد وعلى فكرة في حتة كمان افتكرتها كان اعتقد دكتور مجدي عبدالعزيز لو اتذكر كان الهالي قبل كده وانا بتعالج عنده قال لي يقوله مثلا هو قال لي اسم العيد بس مش هنقول اسمه وده كان من زمان يعني يقول لك يطلع يقوله ان هو عنده اصابة مزمنة في العضلة الخلفية هي مش اصابة مزمنة اللي بيحصل ان هو في فترة التأهيل تمام اسبوعين تب عايز يرجع يلا نرجع تب ينزل التمرين عندك وجع لا ينزل يكمل يدوس رجله اللي التمزق يرجع تاني او ياخد مسكنات فما يحسش بالقلم فالتمزق يرجع تاني فالنهاردة فيه الحاجات العضلية مش شرط كلها يتقال عليها اصابات مزمنة لكن هي بتبقى متعلقة بفترات التأهيل متعلقة باستجابة اللاعب نفسه وما الى ذلك طيب انتقل معاك لدورة ابطال افريقيا عشان وقتنا بسرعة يلا بينا اللي اللي عنده ماتشاط مع استاد ابيتجان اورلاندو بايرتس وشباب بلوزداد كل الموعيد تحدد لغاية الجولة الخمسة هتلعب 26 نوفمبر مع استاد ابيتجان هتلعب 7 ديسمبر في جوانيسبرج هتلعب 22-12 غالبا بعد العودة من قطر في القاهرة مع بلوزداد هتسافر الجزائر تلعب 3 يناير وتسافر ابيتجان تلعب 11 يناير الماتشاط والمجموعة صعبة سهلة شايفها ازاي بس ما فيش حاجة نقدر نقول عليها سهلة بس نقدر نقول ان مجموعة متوازنة بالنسبة لنادي الاهلي يعني ما فيهاش يعني زي ما بنا شايفين كده تبدو انهي المجموعة على الشاشة فكرة تلاقي الملاعب الصعبة مش موجودة حتى المباركة اجواء جماهرية مقبولة نادي اللعب في الجزائر قبل كده كتير ولسه الموسم الماضي لعب في الجزائر حتى جنوب افريقيا ونتكلم في الملاعب ده بتبقى هادية وكويسة والامانة كودفوار الفترة الاخيرة بعد كهس الامم الملاعب فيها بشكل افضل وتطورت كتير ده يلعبونا الساعة 6 تبدأ يا فرج الله هو الخوف بس تلعب جنوب افريقيا الساعة 3 هو يلعب 3 بس يعني اورلاندو برضو الطبيعة افضل بالضبط المجموعة متوازنة اعتقد ان النادي الاهلي برضو فرصة للجيل الحالي يكتب حاجة هو ما اتحققتش قبل كده طبعا انا عارف الهاجس الجمهور نادي الاهلي عنده فكرة البطولة الثالثة على التوالي وان دايما مرتبطة لا بتحققاش كده هي دايما مرتبطة بكارسة يعني النجم الساحلي كارسة الوداد مشكلة مشكلة تنظيمية اه بالضبط كده لكن ماتش نجم الساحلي ده كان كارسة تعاكمية بكل ما تحمله الله يمسيب الخير فهي اللقطة ان انت كل ما بتيجي الفرصة ان انت طبعا 2012-2013 2016 كانت مشكلتك انت النادي الاهلي مقدرش اصلا يكمل في البطولة وروح لعي في الكونفدرالية فدي مع اقربة فقفشا كده يشد حيله معانا بزيارتين للبلد ينزل البلد بالضبط كده اه زيارتين جمال من اللي هم بيعملهم دول بتبقى فاتح الخير دايما واللعيبة الامركزة دي فرصة لجيل الحالي حاجة ما تكررتش وحتى النادي الاهلي ممكن اجيال تانية تحاول توصل لها بس هتبقى مكتوبة باسمك انت اول جيل كسبت دوري ابطال افريقيا ثلاث مرات متتالف لفت انتباهي وانا بختم معاك دوري ابطال افريقيا المدير الفني الاستاذ ابيت جان اليكزاندر لفيت عنده 27 سنة ده صغير اوي ده بمعيار نحنا من الشباب ده تحت السن اه يعني 27 سنة لا ما نخلي بالك دلوقتي تجارب كتير هتلاقي المدربين كلهم احنا بالنسبة على خاصة في غرب وجنوب القرى بس هما يعني هما في ابيت جان انت عارف برضو الكرة ما الكرة ما قدش زي زمان مش قائل هو ايه فاكر اسك ده تروح تلعبه في ابيت جان ده حمار لكن دلوقتي الامور هادية شوية في افريقيا عشان كده دي فرصة ان لعيبة النادي الاهلي تستمتع دايما باجواء دوري ابطال افريقيا وجوائزة فان شاء الله يبقى عنده 27 سنة يبقى خبراته ما تأهلوش نوع يعقرب معانا يعقرب بقى مع ناس تانيان يا رب بإذن الله اخر حاجة سريع على المروح للمشاركات تتوقع ان مجموعة دي الاهلي يخرج بينها بشكل ايجابي مبكرا يحسنها بدري بدري اتمنى اتمنى بس في الحاجة دي بيخاف يتوقع بس الامنية طبعا ان انت على قد ما تدر تيجي على الجولة الرابعة تكون مريح لان زي ما انت حطت التواريخ كده اكيد هتحط لك ماتشاط دوري اكيد هتحط لك مشاكل فتريح نفسك تعال بقى نروح لسؤال الحلقة واللي طرحنا في بداية البرنامج مع كل السادة المشاهدين توقعاتكم لتشكيل المنتخب في مباراة كافيردي اللي هتتلاقي بيوم الجمعة بإذن الله في الرأس الاغضاء تعال انا وانت يا عيمن نشوف الناس كلام رايحة الناس توقعات جفره كلام رايحة احمد حمدي بيقول عواد في حراسة المرمى محمد حمدي بيكهم حسام عبد المجيد عمر كمال دونجة ناصر ماهر محمود صابر ابراهيم عادل مصطفى محمد طهر محمد طهر تكنك راح تلعب طولة المحليين اه بياه ماشي احمد بيقول التشكيل المتوقع للمنتخب بيقول الشناوي حمدي حسام عبد المجيد محمد ربيعة عمر كمال ناصر ماهر حمد فتحي محمد شحاتة ابراهيم عادل مصطفى محمد زلاكة وبالتوفيه بإذن الله ناخد تعليقات بتوفيه يا رب ابراهيم ده اخر تعليق معنا التشكيل المتوقع بيقول الشناوي بيكهم ربيعة محمد حمدي احمد عيد سلاسي وسط الملعب كوكا حمد فتحي ناصر ماهر امامهم ابراهيم عادل طاهر ومصطفى محمد شعب عندي حسين التشكيل ده وقارد تشكيل ممكن ممكن بس هي للأمانة فرصة يعني لبعض الوجوه تظهر في المباراة الدولية وأتمنى برضو لو يعني نشوف ممكن في فرصة نشوف مصطفى شبير مثلا في مباراة الدولية تبقى حاجة كويسة لو في نية لراحة مثلا محمد الشناوي في في أي من المباراتين لكن هي فرصة للأمانة هي فرصة للبعض اللعيبة أنها تظهر في المشاركات الدولية أولى وتاخد خبرات فرصة تاريخية خصوصا أن يعني محمد صلاح مريح مرموش تريزيجي مسافرش مرموان عطية حتى يعني قريت خبر مباراة للزميل محمد مراد كان بيصرح به أن الكباتن ممكن يعني مصطفى فتحي ممكن ما عنده فرصة أنه يبقى كابتن منتخب مصر يعني حاجة بتبقى ممتشرة لطيفة ودي ميزة الفترة دي يا كابتن حسام ما تصعبش ونبي الأمور على نفسك فرصة كده تكتب تاريخ لعب ومجرد في كاس العالم وتوصل في كاس العالم ما تصعبش ومن دونيا سهلة خليها سهلة لا سلكة لا سلكة بزيادة يعني ما فيش دي كده فخير يعني ايمن أنا بشكرك حلقة ممتعة نورتنا وشرفتنا ايمن زي ما قولك كده فعلا نتعلم منك حاجات كدير وزي ما يعني نتمنى نكون أفدنا المشاهد وجمه مشجع نادي الأهلي بحاجة النهاردة ايمن أنا بشكرك جدا وبالتوفي بإذن الله فقرة كانت مهمة جدا عشان يعني نغوز شوية في التفاصيل الفنية المتعلقة باللغة الرقمية لفرق دور الأبطال لفرق فيفا انتر كونتينيلتا المونديال الأندية زي ما قلت توقف دولي ففرصة نطلع شوية برا الشأن المحلي في الختام بشكر حضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة وغدا لقاء جديد بيتجدد في برنامي التريند شكرا وإلى اللقاء